كل إناء يضيق بما فيه إلا إناء العلم فإنه يتسع هذا هو الحرم في عدده الأول وضيوف الحرم نستقبلهم بعد الفاصل مساء الخير أهلا بكم من جديد مشاهدين في هذا العدد الأول من برنامج الحرم الذي يعنى بشأن الجامعة والبحث العلمي في الجزائر عدد هذا المساء نخصصه للحديث عن تخصص العلوم الطبية وللإحاطة عن جديد التكوين في هذا المجال أسعد هذا المساء باستضافة البروفيسور فطومة مازاري مساء الخير بروفيسور مساء الخير مساء النور بروفيسور أنت نائبة رئيس قسم الطب بكلية الطب بجامعة الجزائر واحد كذلك أنت مكلفة بالطور مقابل العياد نعم مساء الخير بروفيسور مساء الخير شكرا على هذه الاستضافة شكرا على حضورك معنا في البداية بروفيسور تشاهدين معنا في شاشة البلاتو صورا هذه الصور التي نشاهد هي صور ملحقة كلية الطب بتيبازا وهي ملحقة تابعة للجامعة الكلية المركزية بجامعة الجزائر واحد بروفيسور مازاري كلية تيبازا وغيرها من الملحقات انشئت في إطار قرار باستحداث 13 ملحقة لدراسة الطب في الجزائر بمختلف جامعات الوطن وفي ولايات عديدة من الوطن كذلك بهدف تخفيف الضغط على الكلية المركزية بجامعة الجزائر واحد وكل الكلية المركزية لتدريس الطب في الجزائر نعم خوفيسور بعد مرور السوداسي الأول من السنة الجامعية الحالية هل يمكن أن تعطينا تقييم بشكل عام عن مدى نجاعة هذه التجربة بعد ستة أشهر من انطلاقها؟ شكرا حقيقة في بداية السنة الجامعية هذه أحديثت أو أنشئت ملحقات التعطيب لتلتاحق بالجامعات بالكليات المركزية للجزائر وفي الجزائر العاصمة أو كلية الجزائر العاصمة عندها الزوج ملحقات عندها ملحقات تيبازا وملحقات جلفة لحد الآن نرى في طور الدراسة بكي لا يوجد أيضاً ديوالياشون sur le plan structural c'est-à-dire المنشآت يعني مكاش مشكل يعني vraiment à noter صوف العدد الأساتي اللي تولو بتعليم والانسانيمن ديسي إتوديان إليه كمم نقص اللي نقدر نتحدث عليه د'ailleurs c'est les gens c'est-à-dire 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 avec les cè 2019 qui s'est placé pour certaines spécialités مثال l'anatumia l'histologie la cytologie la chimie ou la certain science fondamental مكاش مشكل ولكن كما ما ناخد l'anatumia l'histologie l'embryologique il y a quand même qu'un nstadt c'est des qui issue de هذا un plus n'a لأنه ربما لابد من تعزيز التكوين والتأطير الطبي بعدد كافي من الأساتذة كماً ولوعاً في هذه الملحقة نعم، هذا هو المشكلة الأساسية التي نقدر أن نتحدث عليه فيها بواد ربما لتغطية هذا النقص بالطبع، 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 سيكون هناك أساسية لأساسية التي تتحدث في هذا الشيء وكي نحاجة التي نقدر أن نقول عليها فيما يخص على الملحقة في هذه الملحقة الملحقة لا يوجد عدد كبير من الطلبة وهذا يسمح أن الملحقة الملحقة تكون أحسن من المناطق في الكليات التي تعاني من كثافة وعدد كبير من الطلبة مثلاً في الصندق تعالجي، يعني كثافة الطلبة كبيرة بزيف يعني تؤثر على نوعية وجودة التعليم التعليم بطبيعة الحال، هذا هو نعم بروف السوق كذلك إنشاء هذه الملحقات كان كذلك صاحبه تخوفات أخرى من نوع آخر متعلقة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية القادرة على مجهزة بشكل جيد حتى تستقبل الطلبة لإجراء التدريب الميداني نعم، هذا يعني في الطور الأول يعني هنا المشاكل ما رغمش يكونوا كبير بزيف إذا فأنا ندقي القرار يخرج من السنة الأولى حتى السنة الثالثة سيكونوا في الملحقات لإبتداء لمن السنة الثالثة هذا الطلبة في هذه المدينة تستطيعون estreعود إلى المقاومة للطبع للطلبة مثلاً الملحقين Rescue كلية تطيب في الجزائر تاع تيبازا و تاع الجلفا يسرون دون لبليغاتون دون رجواند لفاكلتة دالجي الكلية المركزية معا وهذا رح يحدث يعني ضغط كبير على المستشفيات اللي كاينهم صدير لتيران دستاج كلينيك اللي مع الانسف مراهم بشكبار بكتير بزاف صدير كي يسون ان نمبر پا تخي تخي امورتان دونك ديجا في الوقت الحالي بلا بإحداث هذه المنشآت رانا عندنا ضغط كبير على المستشفيات باستيعاب هذه الطلابة على غدوك نزيدو اللي راهم في الملحقات الأخرى يعني حقيقة يحدث un grand problem dans la prise en charge klinique de ces étudiants خاصة أن التدريب الميداني داخل المستشفيات داخل المستشفيات مهم جدا لتخصص طالب متخصص في الطيب نعم نعم يعني بس كو في السيكل كلينيك بسمو الطالب الصباح عندو عندو لستاج تاعو لتيران دستاج تاعو في الزوبيتو في les diferents services و les diferents spécialités القرية أكثر من 400 طالب و في جيلفا كان أكثر من 200 طالب 400 طالب متين و 50 طالب في جيلفا يعني في سنة تلتا peut-être on va se retrouver à 2700 أو 2800 étudiants سوف الإنسان مليحة ولكن لازم الواجستيك تتوفر بالشكل المطلوب حدثتي بخوفيسر الآن عن المعطايات الديمغرافية حدثتي عن نمو كبير في عدد السكان في الجزائر هذا النقطة بالذات تقودوني للحديث عن مسألة إعادة النظر في مناهج التعليم في تخصص العلوم الطبية منذ تقريبا سنة 2018 تم إطلاق نظام تعليمي جديد في تخصص الطب الشميلة في المرحلة الأولى السنوات الأولى والثانية وثالثة كذلك من الدراسة ثم انطلاقا منذ سنة 2021 طبق على السنة الرابعة والخامسة والسادسة في تخصص الطب بداية بخوفيسر هل تخرجت أول دفعة شملها هذا النظام وطبق عليها هذا النظام التعليمي الجديد؟ لا لحد الآن ما زال ما تخرجت دفعة التي طبقت عليها هذه الرفانة من الأجل المدينة حاليا نرحل في السنة السادسة حاليا نرحل في السنة السادسة في 2024 و2025 يحقون لنترنت سنة السبعة في 2025 يوجد la première promotion التي سبت سنة السنة السادسة المدينة وبالضبط هذا التغيير في المناهج كان تغيرت المناهج نظام تعليمي جديد ما الذي تغير هل أدريجة وحدات تعليمية جديدة يعني وحدات جديدة في تخصصات جديدة كذلك يمكن أن يزاوي لها طالب الطب بعد التخصص في مرحلة التخصص هي في الحقيقة يعني ماشي وحدات ليس أنت ما الذي تغير منهج جديد ليس أنه يعني ألعني أنه هو كهب orgانيا وحدات منهج جديدة في السنة السنة أما في السنة الأول حتى السنة الخامسة ما أحدثتش يعني يعني يوجد دنوبو برنامي وحدات لكن هناك يعني صحتي يعني 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 أنه الجديد الذي أحدث هو أنهم في سنة الأولى مكاش يعني c'est pratiquement le même type d'enseignement c'est le système سمستريel donc c'est des modules qui قرأوهم l'alchimie, l'embryologie, l'histologie, etc. ولكن l'حدث الجديد يبدأ en سنة ثانية سنة ثانية يعني هي تطرق إلى دراسة الجسم الإنسان normal, c'est-à-dire l'enseignement du corps c'est-à-dire de l'atruma normal donc ils ont créé une méthode d'enseignement par organe c'est-à-dire que c'est des enseignements intégrés وش حبي قول intégrés حبي قولا يعني الوحدات المودمجا هي أنهم يأخذوا l'étude de l'atruma par organe مثلا l'unité une d'enseignement en deuxième année c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire أنه فيه وحدات دراسية جديدة أو درجات ابتداء من هذه السنة الجامعية البحث العلمي القراءة النقدية للمقالات العلمية مثلا أسليب البحث الكلينيكي هذه كلها وحدات جديدة متحدة ددا ومع حدات ددا ومع حدات ددا ومع حدات ددا كايين للمالادي ديستام وكايين لتطريق للشخص الكبير الجيرياتري الشخص الكبير الشيخوقة المتسين للمسان أجي أستاذ من فضلك فقط أكديلي كذلك أنه فيه تخصص جديد مقترح لإدراج تخصص جديد في دراسات الطب وهو تخصص الطب الاستعجالي هل حقا في هذا المشروع ومتى يستطيع طلبة الطيب أن يختاروا هذا التخصص بعد استكمالهم لدراسات الطيب سنوات الطيب العام نعم فيما يخص التخصص أكتوالما هي الارفونت يعني سوكوب دي سيكل دي سنة الأول حتى سنة السبعة سنة نعم الارفونت على الوقت لا تدعنا الموافقة لا تدعنا المقترح نعم ولما يوجد المقترح أكثر يكون هناك جميع الحال يا مثلي والمزيد �ี合 notreفاق تنمي على المعطيات ليس مmelonادة أكاديمية مع Gian Achk Conseca اجتمعية ديمغرافية وبائية ربما ما استخلصناه من ما رافق من انتشار كوفيد 19 استخلصنا بعض الدروس أنه ربما أنت كمختصة يجب إعادة النظر في ربما الأمراض الأساسية التي كانت تدرس لطلبة الطب ربما كانت هي أمراض عصور ماضية فيها أمراض جديدة أو بيئة جديدة لابد أن تتكيف المناهج الجديدة مع كذلك نحن في الجزائر لازم نعرف وحاجب لك المتحدة وليست أعطينا الهش لأن الحق لتحق لازم لذلك قد يكون سمعين هذه نواتيات سمعينة ويتمعينة لذلك لن ترك في ذلك هناك مرض محدد عنده قلب يخبط يذهب يذهب إلى الكارديولوج عنده موشيط نفس مليح يذهب إلى البيتبال الپنومولوج لذلك فهي يمكن أن يكون كان يدفع كبير على المستشفى أو على المعارضة المعارضة. لذلك، عملت على المعارضة المعارضة المتحدة لساعدت لأنه جزء لبقاء أرمالها وأنها تتعامل على المعارضة المعارضة. نعم واضحة بروفيسور مازاري بعد قليل ستظهر على الشاشة مشاهد خاصة بمركز التعليم المكثف للغة الإنجليزية بجامعة الجزائر واحد هذا المشاهد مشاهد في الشاشة الخلفية على مستوى هذا المركز فيها أساتي دا يتلقون حاليا دروس في اللغة الإنجليزية من أجل ربما الوصول إلى الهدف المنشود مؤخرا وهو تعزيز اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي المطلوب اليوم هو أستاذ وطالب كذلك يتحدث اللغة الإنجليزية يدرس ويدرس باللغة الإنجليزية وكذلك ينشر باللغة الإنجليزية ما يخص يعني الرأي الخاصة في ما يخص إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم في الجزائر ومخاصة en particulier للإتود ميديكال إحنا يعني قبلنا ولا ما قبلناش اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية نعم كل المنشورات كل اللي يتحدث يكونوا باللغة الإنجليزية نعم هنا القرار اللي تاخدوا التتالي جتخوف يعني قرار مليح مي ولكن التطبيق نتاعو منقدروش من عشياتين وضوحاها أني عندي ثلاثين سنة ولا عشيين سنة وانا نقرأ باللغة الفرنسية نعم نعم مي بدأ دي جس трудًا أنا قبط اللغة 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 التمولع واللغة اللغة لا لا ب Pastأ بدأ دي ج خاطئ هذه اللغة ثانيتها العلم اللي راك تتمديه لازم تكون يتعرفيه على الاقل على الاقل السبعين ولا تمانين بالمئة باللغة هذيك اللي راك يحب تدرسيها للطالب حتى تصل الرسالة بشكل صحيح بسرعة بشكل صحيح تروح على الإنج эксперima في نفوالد. في نفوالدata بعد أولئكاً Holoوالي دون صورات عشرات عن وقت académية أو Sem wiz Ace plant源 وفي ل pant hour أعتقد أن أربما يوجد بع错 Graduate ğin Advent تلك العمليات الأخرى أكثر مهمة أكثر مهمة بعض الإنجزاء الإنجيουμε العدليات الإنجيزية إيجواء Ov viewers أو الإنسان أن يكون لديك في فيها الأمريكي. لكن في مدينة الإنسانية، تمكن أن تبدأ ببعض التعليقات. سنظر على المتحدثة في الأنمبر ، مثل الوغة الإنجليزية. هناك من هذا النووي فعلا أننا ذهبون لننبتع تتجربون على المدى البعيد على المتوسط والبعيد قد نتوسط إلى هذا القرار يمكن أن يتطبق على ثلاث مراحل مرحلة الأولى مثلاً دو كمانا يا راني عندي شحال عندي من عام وانا قري ان فرانسي نقدر نبدأ peut-être لتتر عنوان الدرس نزيد له ان انجلي جو باجوتي بالأخضر المصطلحات نزيد لها بالانجليزية ولكن الدرس لازم يكون الشرح انتعو يزم يكون ان فرانسي واضح رأيك واضح بروفيسور فاطمة مزاري شكراً لك انا اكتفي بهذا القدر من الاسئلة مشاهدين ساعرض عليك استجوابات لعينة من الطلبة قام زميلنا في اعداد البرنامج فيصل ميديا قام باستجوابهم على مستوى ملحقة الطب بيتي بازا قلت انها تابعة لكلية الطب في جامعة الجزائر واحد نستمع مشاهدين لعينة من انشغالات الطلبة ثم نعود الى هذا البلاتو حيث ستحاول بروفيسور فاطمة مزاري الاجابة عن اشتغالتهم السلام عليكم انا الطالب العربشل محمد ملطحق في الجامعة تبعتي بازا تاع الطب حبيت اسأل سؤال واحد بسبب اني ملطحق متأخر في الجامعة وراحت علي دروس كثيرة تبعت الدروس التطبيقية والنظرية حبيت اسأل هل ممكن الجامعة توفر لي دروس اني ألطحق بالطلاب الموجودين الحين ولا لا طالبة بوشريكو الدنيا مانال طالبة سنة اولى طيب في ملحقة تي بازا اتابع لجامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خده في هذا اللقاء عندي اسئلة نحب نتقدم بها واللي هي السؤال الاول احنا كطالبة طيب معروفين بالضغط في الدراسة ونحتاجوا بزاف مصادر نقرأوا منها واحنا مقبلين على فترة الامتحانة سو نحتاجوا كتب في المكتبة بيش نقرأوا منها سو اذا يقدروا المعنيين بالامر انهم يوفرون الكتب اللي نحتاجوها السؤال تاني اللي عندي من المعروف ان هذه رهي ملحقة واغلب اللي سكنين اللي جوا هذي الملحقة رانا مقيمين هنا نحتاجوا ان نقل باش نروحوا العاصمة وين رانا مقيمين سو اذا تقدروا تاني السلطات المعنيات ووفرنا النقل يكون عندنا متاح في الوقت اللي نحب نروحوا فيه في وقت محدد وسؤال تالت هو كطلب الطيب من المعروف انه عنا مواد اساسية انه نقرأوها ومن هذي المواد اللي هي الاناتومي يعني علم الشريح وفي هذي المادات يحتاجوا بزافي هالتطبيق وانه طالب الطبي يشوف حاجة من الموسى ويشوف حاجة في عينه وليك يتوشيها اسكو يقدروا تاني السلطات يوفرون التابل داناتومي وانه يكون طالب الطب عنده الفرصة باش يشوف هذو العظام يشوف كل عفسا قدامه وشكرا السلام عليكم انا اسمي العربشلي عصام في ملتحقة الطب تعب تيفازا انا داقل متأخر على الجامعة كوني طالب اجنبي كان عندي شوية صعبات مع اللغة الفرنسية هل هيكون فيه متوفر في الاختبارات الاولى على قل شوية مساعدات من اللغة باللغة الانجليزية او ترجم من هذه الناحية ولا لا شكرا السلام عليكم معاكم طالبة سوميا قري طالبة في ملحقة تيفازا التابعة لجامعة الجزائر واحد يوسف بن خدان حبيت ان اطرح تساؤل تاعي وهو تساؤل معظم طلبة اللي رام هنا اسكو صح حنقرو تلت سنين هنا يعني السيكل بخي كلينيك ومبعد تلت سنين حنولو لجامعة الجزائر واحد نكملو يعني ستاشتعنا في المستشفيات ولا حنقعدو هنا كانت هذه اذا مشاهدين انشغالة بعض الطلبة من ملحقة الطب بتيبازا سنحاول بروفيسور مازاري الاجابة بعجالة عن هذه الانشغالات اولا فيه طالب من جنسية مختلفة التحق مؤخرا او متأخرا بالكلية ويتساءل حول امكانية الاستفادة من دروس تعويضية ربما هذا شأن داخلي اكثر شأن داخلي حقيقة هو يعني يدفع اتروت من دو كوميته الادارة تقدر تسمح له باشي باشي يجيب دي مبررات يعني دي جستيفكاتي مجلس الاساتيدا مجلس الاساتيدا هو اللي يتخذ يخليوه ولم يخليوه نعم هو اللي يتخذ القرار فيه كذلك طالب اجنبي اخر من جنسية مختلفة كذلك فيه عنده اشكالية حول التعليم اكتساب المعارف باللغتها الفرنسية هو مكون اصلا باللغتها الانجليزية ففيه دائما تكون مثل هذه الحالات هنا سي بوسيب هنا سي بوسيب يوجد بكو دانسانيان باشي يستعب بالدروس باللغة الانجليزية باللغة الفرنسية اللي مراهوش سي بوسيب باشي يستعب بالدروس باللغة الانجليزية فيها اشكالية اخرى متعلقة بالمراجع فيه طالبة تقول انو نحن دائما بحاجة إلى مراجع اكثر في هذا التخصص ربما فيه مكتبات متوفرة في نقاط اخرى فيه دولة حالة نحن دائما بحاجة إلى مراجع اكثر في هذا التخصص نحن دائما بحاجة إلى مكتبات الجامعية كانهم وكانهم هاد العام انطلقت قدو نقولوها حملا قدو نسموها حملا بتاع لإدition دسupport pédagogي ملو PEU آخر انشغال البروفيسور يتعلق بطالبة تتساءل هل سنقضي ثلاث سنوات فقط في الملحقة ثم نتحول إلى الكلية المركزية أم أننا سنواصل باقي مشوارنا التعليمي هناك شوفي الدكرة مداميخة كما قلت لك أشكل فى نعمال ما نديرو قرار جديد ولا نوفال بروسدور ولا نوفال يعني نوفال ديسيزيون يجب على فى النهة نديرو ارضنا sigم ملتخieben على الشباب المالسق وبال앨ว provيتho هذه الأدوية لم يعد عمر أن نرى الشباب سعرون إلى المثال الشباب نستطيع التساوي في الثاني الاثقاب الكافيين باشي تولى والدراسة والتعليم تحاد التلاميذ والشركات المتارية ويجب أن يكون فيها إلى الثاني الثاني الآن سيكون هناك يحولون إلى هناك أخرى يكون هناك قرارات أخرى فقط فيه تساؤل متعلق بأمور لوجستية النقل بعيد على الإقامات خاصة أن فيهم الحقة فهم يقطنون خارج الملحقات في أماكن بعيدة والنقل غير متوفر ربما هذه الانشغالات نحاول إيصالها من خلال برنامج الحرم للجهات المعنية هذه الأمور اللوجستية بخوفيسور فطمى مازاري تبقى معنا حاضرة في البلاتو بعد الفاصل مشاهدين في فقرة مخبر بحث سأسعد باستضافة بخوفيسور يمسعدان بالعيد وهو مدير مخبر الأمراض الأيضية والوراثية النادرة أتابع لجامعة الجزائر واحد بعد الفاصل سيلتحق بنا أرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذا العدد الأول من برنامج الحرم في مفقرة مخبر بحث سأسعد باستضافة البروفيسور إمسعدان بالعيد مساء الخير بروفيسور مساء الخير ونشكركم على الاستضافة شكرا شكرا أذكر أنك مدير بخبر الأمراض الأيضية والوراثية النادرة التابعة لجامعة الجزائر واحد أنت كذلك رئيس مصلحة المخبر المركزي بمستشفى بن عكنون في البداية بروفيسور ماذا نقصد بالأمراض الأيضية والوراثية النادرة الأمراض النادرة اسمها يقول نادرة يعني ما نشوفوهاش يعني بصفة يعني لا تنتشر بشكل واسع لا تنتشر بشكل واسع وهذا الأمراض هذو يعني في الجزائر كان هذا الأمراض يعني للآن لحد الآن نعتبر كان فيه 8000 مرض نادر نعم يعني في العالم يعني الأمراض النادرة تحسب المثال 8000 مرض ولهذا يجب أن نتكفل بهذا بهذا الأمراض والتكفل يكون على حساب المخبر فيه يعني يعني التكوين التكوين الأطباء والباحثين يعني يجب المخبر يعني هنا يأخذوا نقولوا الإكسپيريونس نعم حتى الجوبة يبقى غير ساتن الإكسپيريونس نيفو بلابوراتوار يستفيد المخبر ويستفيد الطالب كذلك من هذا التكوين نعم على مستوى المخابر نعم على مستوى المخبر يعني الطلبة ليحبوا يعني يديروا يعني للتاز توحموا الأعمال تحهم يوصلوها يديرها في المخبر نعم في المخبر في العلوم التجربية نعم جيد المخبر أنشئة سنة 2020 نعم لكنه حاليا يشهد توسعة ربما يعني المخبر يعني في سنة 2020 والدولة الجزائرية تكفلت بهذا المصارف لهذا المخبر يعني أيضية والوراثية النادرة كما قلت في بداية حديثنا أن اسم المرض يوحي بأنه قليل الانتشار قبل سنوات قبل إنشاء هذا المخبر كان فيه عدة تحاليل ضرورية للمرضى هنا في الجزائر كان يتم إرسالها إلى دول أخرى بنفقات مرتفعة بعملة صعبة ولكن ربما منذ أن نشأ هذا المخبر لقى حلول فيما يتعلق بهذه التحاليل لذا نحن فرد من خرق نظر هذا المنزل نحن بحرم على المنزل لتكتاب نحن للغاية لعظم لأن يشعر لذكر نحن من شعر يمكننا أن نحن لذكر الان Parteuma يتعلق للتحال المشاة أجعل لكن نحن نحن الان قام الان داخرة الغرح سن المشاو المسعودة بالعيد يؤكد أن التحليل الخاصة بالكثير من الأمراض النادرة لم تكن متوفرة في الجزائر قبل استحداث هذا المخبر كان يتم القيام بها على مستوى العيادات ولكن نتائج لم تكن ذات مصداقية كافية مثل ما هو الحال بالنسبة لمخبر الأمراض الأيضية والولاثية النادرة عندما استحدث هذا المخبر موجود هذا المخبر الطالب عنده فرصة حتى يحتك أكثر بالمرضى من هذا النوع ربما لم يكن فيها التكفل بهؤلاء المرضى حتى على مستوى التكويني على مستوى التأطيري الطالب لا يتكون بشكل مناسب بشكل جيد فيما يتعلق بهذه الأمراض المخبر مفتوح مفتوح ماشي باختصاص واحد يعني كل اختصاصات يقدر يعني كان أمراض مختلفة يعني تختص شكل اختصاص يعني الطالبة طالبة المقيمين طلبة المقيمين يعني هذوك هم ناخدوهم بعين اعتبار وهما رأهم في هذا المخبر يعني يتعلموا عندهم الإكسبرينس ولكن يقدر يكون هناك يعني خارجيا يقدر يجوا للمخبر ويعملوا الأعمال تحهم يعني وحنا نقطروهم ونعاونوهم بش يقدروا يعملوا الأبحاث التوحى نعم في معرفهم مسألة التمويل تمويل المخابر عادة يكون من على مستوى الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى وزارة صحة كيفاش يكون تمويل ما يتعلق بمخابر الطب يعني لحد الآن المخبر يعني التمويل تعو من الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعني حب ذا ولو كان هناك يعني يعملت وزارة الصحة راح تساهم ثانيك في التمويل وبغفو دوني ومن ثم الأعجاب من فعلاون تطلب أموال كبيرة. أحسنت أ frيحة أن هذه الهجمال يقوم بجد التي تحتاج. ووويود أ severe الرأي. ونعطيك فعلاً أن هذه الهجمال الثلاء سمع ملي تحتاج إلى 400 أورو. مابلغ؟ ونعطيك أويمة ملايز تحتاج إلى 10 ملايز أچهق مع المقاومة. يعني ما هيش حاجة سهلة ولذلك التمويل يعني سيفري كان تمويل ولكن غير كافي لازم نخمم باش نصيب آليات أخرى باش نمول هذا البحث يعني ستطلب أموال كبيرة ولازم أموال باش نقدر نطوره البحث التالي حقا حتى يستمر هذا المخبر في الناشاط وحتى يتطور كذلك لمستويات أكبر نعم لازم تطور مسألة التمويل قد تكبح تطور البحث العلمي نعم تكبح وتكبح ويكبح وضح الأمور نعم وضحة شكرا لك بروفيسور مسعودا بالعيد تبقى حاضر معنا دائما في البلاتو أنت والبروفيسور فطومة مازاري ضيوفي الكرام أنتم حاضرون معنا اليوم في البلاتو ولكن فيها عنصر مهم كذلك من الجامعة وهو الطالب طالب العلم عنده فضاء في برنامج الحرم فقرة قصة طالب هي فقرة سنتعرف عليها بعد الفاصل بقصة طالب لهذا المساء سنقص عليكم قصة الطالب يد بالرحيل وهو طالب في تخصص الطب ولكن ميزة يد أنه يخوض مجال المناظرات العلمية وتحكيم المناظرات كذلك أدعوكم مشاهدين وأدعو ضيوفي إلى متابعة هذا البورتريث ثم نعود للتعليق عليه في هذا البلاتو دياد برحيل طالب سنة سادسة طب من ولاية بسكرة وأدرس الطب في ولاية باتنا بداية كان الطب من بين القرارات الهمة في حياتي حيث أنه التخصص الذي كان يستهويني وأرى في نفسي شخصا مبدعا فيه وحاليا خلال سنوات الدراسية لاحظت أنه يجب أن يكون هناك جزء لا يتم تدرسه في الطب حتى تكون طيب ناجح وهو جانب التعامل مع المرضى وهذا الجانب حتى يتم اكتسابه يجب أن تجيد تحدث عن المرضى وتجيد إقناعهم ووجدت هذا الجانب ووجدت هذا الإكمال في مجال المناظرات حيث دخلت المناظرات عندما كنت سنة ثالثة طب فكانت المناظرات فجوة كانت مدخلا جميلا في حياتي إضافة إلى كوني أحب أن أحسر نفسي في مجال واحد فقط هو المجال التقنيير الخاص بمجالي فأردت أن يكون لدي فكرة عامة حول عدة مجالات وأثري ثقافتي في عدة مجالات ولا يوجد مجال أفضل من مجال المناظرات وهو المجال الذي يجعلك تتناقش في عدة مواضيع وعدة مشاكل مع عدة أناس من عدة تخصصات وبعدها انتقلت حياتي لتصبح حياة شخص طالب للطب إلى حياة شخص طالب للطب ومناظر وشاركت في أول بطولة سنة 2021 حيث كانت البطولة الوطنية المؤهلة للبطولة الدولية والحمد لله فزنا بالبطولة الوطنية لنصعد إلى البطولة الدولية وشاركنا مثلنا الجزائر وعلم الجزائر في تركيا في البطولة الدولية الرقم 6 مناظرات هي عبارة عن تقابل طرفين حول موضوع موضوع فيه معضلة أخلاقية ومعضلة فكرية حيث هناك فريق مع الفكرة وهناك فريق ضد الفكرة على سبيل المثال يرى هذا المجلس بأنه يجب إلغاء مجانية العلاج ففريق المولاة يجب أن يدافع عن أضرار مجانية العلاج وفريق المعارضة يتحدث عن ما هي فوائد مجانية العلاج ولماذا يجب الإبقاء عليه هذا بما يخص المناظرة دخولي لهذا المجال توسعت مدارقي وتوسعت معارفي وأصبح هناك جزء أراه لا يتم تدريسه بخصوص طبيب مثلا جانب الذي يتعلق بالإقناع يتعلق بالحوار مع المريض هذا الجانب قمت باكتسابه من هذه المناظرات أعتبر قائد في الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج الفجر في وليد بسكرة وإضافة إلى كون عضو في عدة جمعيات ونوادي وهذه النقطة تثبت أنه يجب على الطالب أن لا يكون محصورا في تخصصه الطالب لا يجب عليه أن يكون فقط منغمسا في دراسته مهما كانت دراسته يعني هناك إحتجاج بأن الدراسة فيها ضغط وفيها ستراس في حين أنه بإمكان الطالب أن يكون لديه دائما متسع الوقت حتى يتفوق في دراسته وأن يكون مطالعا عن عدة مجالات وأن يكون نافعا لنفسه ونافعا لوطنه ونافعا لمجتمعه يعني وأبرز مثال هو أني طالب طب والطب معروف أنه لديه عدة شارج وعدة ستراس في حين أني استطعت إلى حد بعيد أن أتمكن من التنسيق بين المجال الذي أتخصص فيه وبين هذا المجال واجه المناظرات ودائما على الطالب أن يضع في باله أو يضع في عقله بأن الهدف من الدراسة ليس فقط أن يكون متخصصا في مجاله بل عليه أن يكون شخصا أحسن أن يكون شخصا متكامل الجوانب النفسية والعاطفية والعقلية والفكرية وهذا الاكتمال لن يأتي فقط من الموديلات والمقاسات التي يدرسها في مجاله الجامعي بل عليه أن لا يتوانى في الانضمام للأنشطة والجمعيات والنوادي التي دائما ما تفتح رحابها لهؤلاء الطلاب صحتك للمناظرين الذين يعني ربما شاهدوا هذا اللقاء ويرغبون في الدخول إلى مجال المناظرة هي أن لا يتعاملوا مع المناظرة على أساس أنها لعبة فيها فائز وخاسر بل عليهم أن يأخذوا من المناظرة الشيء الجيد منها أن يأخذوا من المناظرة المعارف التي اكتسبوها أن يأخذوا من المناظرة التفكير الناقض الذي اكتسبوه وأن يستخدموه بشكل يحسن من شخصيتهم ويجعلوهم مفكرين وأشخاص أحسن في النهاية يعني رسالتي إلى الطلابات ثم إلى المناظرين هي أنه بإمكاننا ولدينا فعلاً القدرة على أن نطقن عدة مجالات يعني نحن لم نخلق نحن لم نصنع من أجل أن أكون أطباء فقط أو مهندسين فقط أو مجرد مزارعين فقط يعني نحن في النهاية أشخاص ذوي عدة قدرات وعدة هبات فيجب علينا أن نستغل كل ما أورثه الله تعالى من مهارات وهبات فصحيح أنه مجال الطب يحتاج إلى تركيز يحتاج إلى دراسة صحيح أنه مجال الهندس يحتاج إلى معرفة الأمور الهندسية جيداً لكن في النهاية أنت سوف تخرج إلى مجتمع هذا المجتمع فيه عدة أفراد فيه عدة أفكار لن تتعامل فقط مع مهندسين لن تتعامل فقط مع أبنية إذا كنت طبيب لن تتعامل فقط مع إبر وأدوية ومرضى بل ستتعامل مع مجتمع معقد عليك أن تكون يعني مطلع إلى عدة مجالات هذه هي قصة إياد بالرحايل سوف نعلق عليها هنا في البلاتو البداية معك بروفيسور مازاري سأتوقف عند فكرة أثارها إياد وهو طالب طب في سنة السادسة قال أن مجال المناظرات العلمية التي يخوضها إياد تسمح له باكتساب مهارات لا يكتسبها من الدراسة الأكاديمية للطب مثلاً الحوار التواصل مع المرضى كذلك وهو جانب مهم جداً يعني سافي بليزير يعني شيء جميل أنه صح أنه عندنا طلبة يعني ما شاء الله يو كانت توفر لهم المال الكونديسيون يبكو دو بتي جيني في داير مثلاً هنا يدو كيلا بخيلو التام تع المناظرة أو للا كنفرنتاشون كيلا بخيلو التامع هو الطبيب الناجح هو الطبيب الذي لديه القدرة المناظرة وكي تكون ناجحة في المناظرة تلك يجب أن تكون على دراية وكي تتعرفي كل المعارضة لكي تقدر مثلاً أننا أفره المدساء ايضاً أطلقاء لكي تتعرفي كل المال يجب أن تكون لدينا كناسات وتمènسيين ويجب أن يكون لكي تتعرفي كل المال ومهما أكثر ومهما يجب أن يكون لديه الإراءاء أو أن يكون لديه القأسية و أيضاً ومهما يكون لديه لذي نجحة في المناظرة وكي تتعرفي لذلك يعني جلو فلسيت ايه 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 نموذج جميل جدا نموذج جميل جدا حقا حقا شكرا لك يا بروفيسور انت كذلك بروفيسور ايم سعودان فكرة اخرى اثارها اياد قال ان نحن طالب الطب ولكننا في الاخير سنتخرج طباء ولكننا انا انسان كذلك عندي حياة اجتماعية مهم جدا ان ينخرط الطالب في حياة اجتماعية يمارس هوايات ثقافية رياضية كذلك لانه في الاخير لابد ان لا يكون ضغط الدراسة وثقل المناهج حجة لطلبة الطب حتى ينعزلوا اجتماعيا نعم هذا شي جميل يعني كنشوف ان الطالب هكذا يحوص يتعلم اشياء اخرى يعني خارج عن نطاق الدراسة تتعطب وهذا هو المهم يعني الواحد اللي عنده فكر يعني مفتوح يعني يتفتح على كل الثقافات والثقافة كنت كل عنده ثقافة يعني مهيئة يعني يقدر وإحنا كنا نديرو باريزم لزيتودين دو ميدسين ولا دو فارماسين نديرو لهم كيفش يقولو دو الانترنال الانترنال يعني هنا راح يتقبل ويتعلم كيفاش يتعامل مع المريض وكيفاش يتعامل هذه المعاملات هذه ما يشوفها يشوفها غير في الانترنال حقا نهيئوه نهيئوه باش يقدر يستوعب يعني كل المعارف يعني لازمة بكي يقدر يهدر مع المريض مهارة الحوار الاتصال يهدر معه وكيفاش يعطي له يعني الريزولتات كيفاش يفهمو كيفاش يتعامل معه باش ما يحش المريض يحش روحو يعني مفاجأ ولا حاجة يعطي له بحاجة مركز ويعرف بدقة يعني يفهمو كيفاش الأمور تمشي يعني باش يكون يعني الاستوعاب بتاع المريض يكون مقنع بحوصلة وبتشخيص نهائي شكرا لكم شكرا جزيلا لكم فقرات برنامج الحرم لا تزال متواصلة نصل إلى آخر فقرة من فقرات الحرم فقرة كومبوس هي الفقرة القادمة والتي سنحاول فيها استعراض جديد الجامعة في العالم أخبر فقرة كومبوس لهذا العدد نستهلها بمقال نشرته أيرونيوز على موقعها الإلكتروني وجاء تحت عنوان إقاف مديري مشرحة كلية الطب جامعة هارفرد بتهمة الإتجار بأعضاء بشرية في تفاصيل المقال وجهت إلى مديري المشرحة لائحة اتهامات تتعلق بسرقة أجزاء من رفاة بشرية مثل الرؤوس والجلد والعظام ثم بيعها وتعود هذه الأعضاء لضحايا تطوع لسماح باستخدام جثمينهم للبحث الطبي والتعليم وجهت لائحة اتهام إلى كل من مديري المشرحة وزوجته وخمسة آخرين بتهمة التآمر في إطار شبكة على المستوى الوطني في شراء بقايا بشرية وبيعها من جهتها أعلنت كلية الطب من جامعة هارفرد أن المتهمة طوردة من عمله معربة عن صدمتها لحدوث ما وصفته بالأمر المزعج للغاية في الحرم الجامعية المقال الثاني جاء تحت عنوان حدثه في مختبر أمريكي عامل تنظيف يطفئ برادا فيقضي على أبحاث علمية عمرها عشرون عاما التفاصيل نقلتها أم بي سي الأمريكية ومفادها أن أحد عمال شركة التنظيف قام بإطفاء ثلاجة فائقة البرودة لأنه ببساطة انزعج من صوت التنبيه معهد الأبحاث الذي يقع في مدينة نيويورك متعاقد مع شركة التنظيف منذ سنة 2000 ووفقا للدعوة القضائية فإن ثلاجة المختبر مضبوطة على درجة نقص ثمانين درجة مئوية وارتفاع درجة الحرارة حتى ولو بمقدار ثلاث درجة فقط يحدث أضرارا كارثية إلى الجزيرة دوت نت التي نشرت مقالا تحت عنوان الاحتلال يقصف الجامعة الإسلامية في غزة ويدمر عددا من مبانيها منوه هذا الخبر حدث في الأسابيع الأولى لبداية العدوان على قطاع غزة وأسفر عن تدمير عدد من مباني الجامعة التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا قالت فيه إن أجزاء واسعة من مباني الجامعة تضررت بشكل كبير إثر القصف الإسرائيلي وأفد البيان بأن مبنى كلية التكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات ومبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم ومبنى كذلك كلية العلوم بالجامعة تضررت كل هذه المباني بشكل كبير بما فيها التجهيزات والمختبرات والأثاث بالإضافة إلى تكسير معظم زجاج وواجهات المباني آخر أخبار فقرات كومبيوس نشرته أيرونيوز مرة أخرى وجاءت تحت عنوان جامعة دانيماركية تضم مجموعة أو أكبر مجموعة من الأدمغة البشرية لدراسة الأمراض العقلية في تفاصيل هذا الخبر هذه المجموعة من الأدمغة محفوظة في مدة الفورمالين في دلاء بيضاء كبيرة هي أعمال تركها طبيب نفسي دانيماركي شهير وكانت في البداية نوعا من البحث التجريبي سنة 1945 من أجل اكتشاف شيء ما حول مكان توطين الأمراض العقلية الأدمغة إذن تم جمعها بعد إجراء تشريح على جثث الأشخاص الذين تلقوا العلاج بمعاهد الطب النفسي في جميع أنحاء الدانيمارك ولكن للأسف لم يطلب الإذن من المرضى وهم على قيد الحياة ولا حتى من عائلاتهم بعد وثاتهم بهذا تكتمل فقرات كومبيوس لهذا العدد مشاهدين سعدت كثيرا هذا المساء باستضافة البروفيسور فاطوما مازاري نائبة رئيس قسم الطب مكلفة بالطور ما قبل العياد في كلية الطب بجامعة الجزائر واحد شكرا جزيلا على حضورك شكرا شكرا لك أشكر كذلك السيد البروفيسور إمس عودان بالعيد على حضوره معنا وهو مدير مخبر الأمراض الأيضية والوراثية النادرة التابع كذلك لجامعة الجزائر واحد شكرا بروفيسور على حضورك معنا شكرا لكم على إستاذ عباتنا وعليسي لكم على هذه المدارة للحرام وإن شاء الله وهو ما نتمنى مواصلة الحديث عن باقي التخصصات في أعداد أخرى أشكركم أنتم كذلك مشاهدين على متبعتنا أشكر كذلك فيصل ميديا وإلهام بوثلجي من فريق الإعداد وأشكر كذلك كل الفريق التقني الذي تعدنا في إطلاق هذا العدد الأول من الحرم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر